السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكنيسة الأرثوزوكسية مقلوبة على كهن اسم القص موسى سكندر سعد عشان بيقول ان فيه اخطاء في الكتاب المقدس الصفحة اللي قدام حضراتكم دي دي الصفحة بتاعته بيتكلم عن سنة بدء الخليقة الان بقى جافون طلع رد عليه فتعالوا كده نشوف هو الان بقى جافون قال ان هو بيقول ايه قدي قدام حضراتكم مطرنية الاقباط الأرثوزوكس لمركزي مغاجا والعدوة فبيقول الرد على التعليم الخاطئ الذي يقول ان ادم لم يكن اول انسان على الارض والذي روج له القص موسى سكندر سعد كاهن بكنيسة مار جرجس في الساحل شمال شبرة الجزء الاول فبيقول مقدمة وذكر الكلام ده انا عايز برضو اقول لكم انا هقرأ كلامه طبعا بس عايز الاول برضو قبل كلامه نشوف كلام الاسكف بتاع المنطقة بتاعته اللي هو الانبة الاسكف العام لكنيس شبرة الشمالية الانبة انجيلوس والكلام ده نشرته الصفحة الرسمية للكنيسة القطية الارثوزوكسية فبيقول بدأ بالنص المشهور اول لان نصرى اصلا مغيرين فيه ومش فاهمين سياق النص اللي بيقول كل الكتاب موحبه من الله فهو ذكر النص وبعد كده بيقول تم نشر بعض الاخطاء على احدى صفحات التواصل الاجتماعية او التواصل الاجتماعي الخاصة باحد الاباء الكهنة وقد ارسلها لنا بعض الاباء والاخوة الغيرين وتحققنا من نسبة هذه الاخطاء المنشورة لصفحة التواصل الاجتماعي لهذا الاب وبناء عليه تم اغلاقها فورا ايه ده هو انتو الموضوع في ايديكو كده يعني الكاهن على صفحته يكتب انتو تقوموا قافلين صفحته كده عادي بتقولوا وبناء عليه تم اغلاقها فورا فورا اللي هو اقفل الصفحة يقفل الصفحة وخلاص انتهى الام ايه نظام تكميم الافواه ده الراجل شايف ان فيه اخطاء في الكتاب المقدس ايه المشكلة ما هو ده وقع ما هو كتاب كتاب بشري كتب بشر ايه المشكلة يعني وانتو عارفين ان كتب بشر ومحدش في العهد الجديد قال ان هو بيكتب بواح فايه المشكلة لما يكتب الكلام ده فجأة كده اللي هو ايه في الصفحة حاضر هقفل او مش حاضر بقى اصلا انتو اللي رحتو خدتو التلفوه منه وقفلتوها هي دي يا جماعة الكنيسة وهي دي المسيحية تم اغلاقها فورا ونحن نؤكد ونحن نؤكد على عصمة الكتاب المقدس ومصداقيته وانه خال من اي اساطير والله يا فندم الواقع بيقول ان الكتاب المقدس مليء بالاساطير والخرافات يعني بل هو الحق الالهي الذي اعلن لنا من خلال الانبياء والرسل بالروح القدس فن النص اللي بيقول ان العهد الجديد وحي يا فندم مفيش وهنوضح الكلام ده برضو وان النظريات العلمية متغيرة اما الوحي الالهي المعلن لنا بالروح القدس هو ثابت لا يتغير سلاما وبنيانا لكنيسة الله الوحيدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين الكنيسة القطية هي الوحيدة الجامعة المقدسة وكل الكنيس دول كفار يعني ولا ايه فده كلامه فتعالوا نرجع بقى لكلام الانباء اجاثون فبيقول جاء في الصفحة جاء على صفحة الفيسبوك الخاصة بالقصة موسى قوله يوجد رأي متطرف يرفض رأي العلم ويؤكد على ان ادم اول البشر واول الناس واول عقل وان النص اعلى من العلم فهو بيقول توجد لدينا بقى ملاحظات الملاحظة الاولى يعتبر القص بان من يرفض النظريات العلمية في بعض الاوقات يعد متطرفا الملاحظة الثانية في تعليمه يعتبر كل من يقبل ويعلم بان ادم هو اول البشر واول الناس واول الكائنات العقلة هو شخص متطرف الملاحظة الثالثة والأخيرة يعتبر أن كل من يعلم بأن النص الكتابي أعلى من العلم فهو أيضا رأي متطرف الرأي الكتابي هو أنا طبعا أنا في المجمل مش متفق معاه في النقطة دي بس هو الكتاب كتاب بشري وإنتوا عارفين كده لوقة بيقول إس قد تتبعت كل شيء من الأول بتطقيق لتعلم صحة الأمور التي علمت بها يعني أنا براجعت البيانات اللي أنا قلتها والمعلومات اللي أنا قلتها دي عشان تتأكد من صحة كلام ما قالوش أنا بكتب واحد ومفيش نص في العهد الجديد على الإطلاق بيقول إن هو واحد خالص ولا حتى فيه نص واحد في الأنجيل انتو بتقولوا إن كل واحد كتب لوحده طب مين اللي قال إن كل واحد من الرسل دول لما جيه كتب كان بيكتب واحد ما فيش فهو كان بيرد بقى وبيقول إن النظريات العملية تقوم على اكتهاب بشري يا فاندم إنت اللي كتب كتابك بشر واللي نقل كتابك بشر واللي أكد على عدد الأصفار بشر اللي هو أفانسوس الرسولي والبابا توأدرس بيقولي الكلام ده في كتاب مفتاح العهد الجديد صفحة 2667 بيقولي أن أول واحد أقر وأثبت وأكد على أن السبعة وعشرين صفر دول وحي إلهي بس بدون زيادة أو نقصان يعني كان أفانسوس الرسولي فاللي محدد كتابك بشر فلو أنت بترفض النظريات العلمية عشان بشر كتبوها طب ما هو كتاب المقدس كتبه بشر وانت مقر بصحته وما فيش دليل أن اللي كتبه رسول يعني لا فيه دليل أن متى هو اللي كتب متى إنجيل متى مفيش نص بيقول أن متى العشار هو كتب هذا الإنجيل بل بالعكس إنجيل متى بيتكلم عن كتب إنجيل متى بيقول اللي هو متى العشار يعني المفروض بس هو مش كتبه يعني انتو بتقول نهو كتب في إنجيل متى لصح 9 العدد 9 بيقول وفي مسوع مكتزم من هناك رأى إنسان جالسا عندما كان الجباية اسموه متى فقال له ادبعني فقام وتابعه بيتكلم عن واحد تاني يا فاند مين إلي قالك إن اللي كاتب الكلام ده هو متة إيه الدليل مفيش الدليل ممكن يكون في تاريخ الكنيسة إنما في النص نفسه مفيش مفيش نص فى الكتاب المقدس بيقول إن متة العشار هو كاتب إنجيل متة ولا في نص سيقول إن مرقوس هو كاتب إنجيل مرقوس إنت أصلاَ ما تعرفش مين مرقوس أصلاً إنت مختلفين أساساً البعض بيقولاك ده من التلميذ السابعين والبعض breath. الثاني بيقولك لأ ده لم يرى المسيح ولم يتبعه زي معه háل بابيس اللي تولد سنة سبعين ميلاديا ومع ذلك انت اللي هو ايه فين مفيش دليل خالص قد يقوم بهذا الاجتهاد شخص بمفرده او مجموعة من المتخصصين وقد تصيب او تخطئ في دراستها ورائيها طب ما هو نفس الكلام على الكتاب المقدس مين اللي حدد الاصفار اول واحد قال ان العهد الجديد ملهم او وحي واحد اسمه ثوفيلوث الانطاقي اللي تولد او توفى تقريبا في اواخر القرن التاني فايه رأي حضرتك والكلام ده قاله القمص الارثوزوكسي تدرس يعقوب ملطي في كتاب نظرة شاملة في علم البتروليجي في الستة قرون الاولى صفحة واحد وتلاتين فايه رأي حضرتك اهو مين اللي حدد انه مين اللي هو انه هو وحي البشر فعلى اساس ايه بتاخد الكتاب وتترك النظريات العلمية تموه ده بشر وده برضو بشر ولا انت ايمانك كده بالهوى خلاص نكمل بعد كده بيقول في النقط رقم جيم كما ان انا نرفض الرأي البشري الذي يضع الرأي العلمي في مكان اصدق واقدس واهم من مكانة الكتاب المقدس وما جاء فيه ده بشر وده بشر ده بشر وده بشر الكتاب اللي انت مؤمن به انه هو وحي الهي في صفر المكابين التاني اسحح 15 عهد 39 بيقول فان كنت قد احسنت التأليف ووفقت فذلك ما كنت اتمنى وان كان قد لحقاني الوهن والتقصير فانا عملت اللي علي يعني فمني ومن الشيطان ايه يا فاندم ده كتاب الهي ده كتاب الهي بيقولك لو انا كنت وفقت فذلك ما كنت اتمنى مش من الوحي الالهي هتقول لك اصلي مفهوم الوحي مختلف عننا هقولك اصلا هو بيقول انا بألف بكتهد على اساس ايه قلت انه هو وحي اصلا بيعلق في صفحة اتنين فبيقول ذكر بقى النصوص اللي اردت عليها هو بيذكرها تاني تحس النصارى يا فاندم انا ردت عليك كنت ما ردتش علي يا انبى اغافون لا تتهرب من الرد انا ردت عليك انتو ليه بتتحكوا على المسيحيين ليه بتضليلوا المسيحيين ليه انت عارف ان النص كل الكتاب ما بيتكلمش عن الكتاب المقدس كله وانت بتقول برضو لان الكتاب المقدس وكل ما جاء فيه كان بوحي من الله وانت عارف ان النص ده ما بيتكلمش على عهد الجديد فانت بتذكر النص تاني وتقول ان هو بيتكلم عن كتاب مقدس تاني في حينها ردت عليك وانت ما ردتش والأمبر رفاقيل هو اللي بيقول كده في الكتاب اللي مقدمه اللي بعنوان هل الكتاب المقدس وحده ويكفي بيقول لا يمكن ان يقصد العهد الجديد لانه لم يكن مكتوبا حين كانت المساوس طفلا فانت مصر تكرر نفس الكلام وبرضه بتكرر النص اهو قدامكم النص الوارد في رسالة بطرس التاني واحد واحد وعشرين النص بيقول لانه نبوة كل الكتاب وبعد كده رح قايل لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان بيتكلم عن النبوات اللي موجودة في العهد القديم وانتو برضو مصرين تعيدوا نفس الكلام للمسيحيين عشان تسبتوا المسيحيين على كتاب كتاب بشري على الايمان بكتاب بشري كتاب كتب وبشر مفهوش وحي الله سبحانه وتعالى لم يوحي لهذا الكتاب وتحديدا العهد الجديد بيتكلم عنه انتو بتتجنوا على الله سبحانه وتعالى بتقولوا العهد الجديد ده وحي وهو مفيش نص الناس دي بشر كانت بتكتب ما قالوش هم ما قالوش سوفيلوس الأنطاق هو اللي قال في القرن التاني قبله كانوا بيتعاملوا على ان الكتاب المقدس بشر ويسيبك من اللي قبله تدرس يعقوب بلط بيقول كده يرى البعض ان اول من قال ان العهد الجديد ملهم سوفيلوس الأنطاق بتذكروا نفس النصوص وبيرد عليها بتذكرها تاني سريعا بقى كده عشان ما طولش بيقول بقى في الصفحة الاخيرة بيقول بقى في الصفحة الاخيرة ايه ونظرا لان الكتاب المقدس مصدره الله فله المكانة والقدسية جبت منين مصدره الله يعني انت جبت منين المعلومة دي ده كتاب بشري على اساس ايه بتفرد ده على الناس وعلى اساس ايه كهن يطلع يتكلم توقفوه الراجل مش موجود في كنسته يعني الراجل مش موجود في الكنيسة بتاعته تخيل وديته فين هيحصل في ايه الراجل ده كل ده عشان كتب كلمتين على الفيسبوك انتوا للدرجة دي بجد بتكتموا الافواه للدرجة دي مش عايز حد اصلا يتكلم يعني احنا لما حد بيتكلم بنطلع نرد عليه تمام بنطلع نرد عليه بقى دلة صحيحة لكن انتوا لا ده احنا هنقفل صفحته فورا تم اغلاق الصفحة فورا تكميم افواه بشكل اللي هو انتوا فرقتوا ايه عن محاكم التفتيش ايه الفرق ما بينكو وما بين محاكم التفتيش دلوقتي ده انتوا اللي بيتكلم بتقفلوله الصفحة ومعرفش بتودوه فين وزي بالذبط القص كرلوس فتحي برضو كتمتوه كتمتوه يعني هو الراجل نفسه التسجيل بتاعه موجود كان بيقول الكتاب وحي بس فيه اخطاء وده لا يتنفى مع ده انتوا طلعتوا ردتوا عليه بنفس النص النص المحرف اللي انتوا بغير النص اصلا بيقوله بس اجرافية يعني كل كتابة موحة بها من الله مفيدة ما انا عالف ان اي كتاب موحة به من الله مفيد يعني ايه المعلومة الجديدة لكن ما بيتكلمش عن الكتاب المقدس ادي حال الكنيسة اللي بيتكلم بيتكتم ويسكت وتتقفل صفحته وما بقاش له وجود الله اعلم بيحصل له ايه او هيحصل له ايه او ممكن يرجع يسكت ما يتكلمش وخلاص ده لو يعني رفقوا بحاله وده كاهن فما بقى لك باقي المسيحيين العوام اتمنى كل واحد مسيحي يبحث عن صحة الكتاب ده او الكتاب ده لان انت ما عندكش كتاب مقدس واحد ده 73 وده 66 انت مؤمن بده وبتاخد بده ومع ملحق تخيل كتاب ربنا له ملحق فربنا يهدينا ويهديكم الكنيسة الارثوذكسية اللي بتكتم الافواه اهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة